جعبا مع حضراتكم ولكن على الانتصارات الاهلي هزم الزمالك في قمة كرة اليد ويواصل احتكار صدارة الدوري الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم على الجانب الاخر وفي كرة اليد استطاع فريق الاول لكرة اليد بندي الاهلي منذ قليل مباركة نتساعة تمانية يعني ان يفوز على ندي الزمالك بخمسة وعشرين أربعة وعشرين طبعا هذه المباراة في اطار المنافسة على دوري العام المصري في كرة اليد النهاردة كان المباراة على صالة العاصمة الإدالية الجديدة ضمن منافسات الجولة الخمستاشر والأخيرة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين رجالتنا النهاردة الحقيقة حسموا الشوت الأول بفارق نقطتين تلتاشر حداشر وإزمالك الحقيقة قلس الفارق في الشوت التاني لنقطة واحدة لتنتهي المباراة بنتيجة خمسة عشرين وعشرين واللي تفرج على المباراة دي اخر عشر دقايق او اخر أربع خمس دقايق مش اخر أربع خمس دقايق اخر دقاتين اضطرد من عندنا اتنين لعيبة واصبحنا بنلعب اربعة ضد ست ما عرفش الحقيقة برضو التحكيم في كرة اليد احنا كسبنا هو الحمد لله والأمور جيدة وكل حاجة ولكن التحكيم في كرة اليد انا شايف يعني انا مفهمش قوي في كرة اليد ولكن لما سألت ناس كتيرة قلت لي كرة تانية دي او الدقتين التانين دول ما كانش لهم اي لازمة الدقتين الاولانين يعدوا لكن الدقتين التانين ما كانش لهم اي لازمة وبالتالي احنا كنا كذبانين 25-22 دخل فينا جونين 25-24 في دقيقة تقريبا وبالتالي المباراة هنتراحها للتعادل كمان لانه 6 بيلعبوا ضد 4 هعمل ايه ولكن استطاع رجالتنا ان هما يفوزوا في هذه المباراة وانا كنت سامع ديفيد ديفيز منذ قليل وبيتكلم لما جبنا لحضراتكم مع كابتن ايمان شوقي وهو بيتكلم مع سالة مراسلة قناة النادي الاهلي نحن متضايقين من هذه النتيجة وكان ممكن الفارق يبقى أوسع من كده ولكن بعض القرارات التحكمية اللي كانت فيها مشاكل ولكن في النهاية استطاع النادي الاهلي ان يتربع على صدار جدول ترتيب الدوري 44 نقطة والزمالك يأتي في المركز التاني ب38 نقطة 1000 ألف مبروك لرجالتنا مباراة مهمة ومباراة قوية واستطاع النادي الاهلي ان يواصل تصدره للدوري في كرة الهلي ترجمة نانسي قنقر